كتاب السبار لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المجلد الأول طبع في سنة 1996 في متبع تدار الكتب المصرية في القاهرة ففي هذا الكتاب في مجلد الأول وهو كتاب السلطان كتاب السلطان هذا كتاب السلطان محل السلطان وسيرته وسياسته في هذا الكتاب نراجع إلى صفحة 367 بل عفوا في أي صفحة كان هذا؟ في هذا الكتاب في صفحة 200 200 67 هذا كتاب السعداد كتاب السعداد أي السيادة هذا من سيادة عمر أو سيادتهم ماذا قال؟ يروي لاحظوا جيدا المدائني قال بين أمر لاحظوا بين أمر بن الخطاب على المنبار إذ أحس من نفسه بريح خرجت منه إن أمر على المنبار إذ أحس من نفسه بريح خرجت من أمر فقال أيها الناس إني قد ميلت بين أن أخافكم في الله وبين أن أخاف الله فيكم فكان أن أخاف الله فيكم أحب إليه ألا وإني قد فسوت هذا يقول أمر لاحظوا جيدا ألا وإني قد فسوت وهنا ذا أنزلوا لأعيد الوضوع فهذا أمر الخطاب هو الذي يا أيها العمري يا الله أذله مذل الجبارين إن الله يذل كل جبار فأذله الله على منبر وإنه فسى على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا راح هنتنا منه شاع في الجامع في المسجد النبوي صلى الله عليه وآله وسلم وطبعا يتأذى المسلمون منه وهذا إن هؤلاء القوم جعلوا هذا له منقبة بأنه تواضع والحال يعرفه كل إنسان هذا إمامهم وإنه يفسو على المنبر وهذا أمر الخطاب خط من المخالفين تفضلوا نعم